تمتلك مطبعة دار الكفيل مميزات جعلتها تفوق قريناتها في العراق الأمر الذي جعلها محط أنظار الجميع بمن فيهم رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الذي زار المطبعة برفقة عدد من أعضاء مجلس الأمناء وتجولوا في أروقتها مطلعين على جميع مفاصلها زيارة اليوم لمطبعة الكفيل والترسيق فيما يتعلق في جانب الطبع كتاب المدرسية في المرحلة المقبلة والسلوات المقبلة وهذا يأتي جزء من المشروع الوطني واسمه طبعة في العراق يؤلمنا جدين أنه كثير من منف المطابع الميثبين لمطابع خارجية ومطابع وهمية وبالتالي هذا هو جزء من هدر المال العام وهدر الدينار العراقي إن شاء الله في المرحلة المقبلة هناك تنسيق عالي مع مطبعة الكفيل ومطبعة شبكة الإعلام العراقي وهذا التنسيق ينم على الشعور بالمسؤولية في المرحلة المقبلة الزيارة جاءت لتعميق العلاقة وفتح سبل التعاون بين مطبعة دار الكفيل ومطبعة شبكة الإعلام العراقي من أجل إنعاش المنتج الوطني والاستغناء عن كل ما هو معمول به من الطباعة خارج البلد إضافة إلى تدوير العملة العراقية داخليا وتشغيل الأياد العاملة فضلا عن جودة المطبوع باستخدام أوراق وأحبار صديقة للبيئة اليوم تشرفت دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع بزيارة من قبل رئيس مجلس ومناء شبكة الإعلام والسادة العضاء وذلك لتعزيز سبل الشراكة والتعاون بين مطبعة دار الكفيل ومطبعة شبكة الإعلام العراقية أثر تحقيق عقد سابق في طباعة المناهج التربوية وكان عقد ناجح وأتاء كله من حيث جودة المطبوع وتسليم في أوقات محددة قبل موعد التسليم بـ 15 يوم المطبعة التي تتمتع بإمكانيات عالية الجودة حققت نجاحات كبيرة في دعم المنتج الوطني وأحياء كلمة طبعة في العراق من خلال عملها مع مؤسسات عراقية مختلفة لترفضهم بمطبوعات حديثة تغني عن الطباعة خارج البلد